لو اتكلمنا عن الصين فأنا برضو هرجع هنا واتكلم عن أفريقيا لأن الصين لها تأثير كبير جداً في دول الأفريقية وأيضاً استثمارات كبيرة والفترة الأخيرة كانت تستحوذ على أفريقيا بشكل كبير هل ممكن يكون هنا الخلاف في عدم حضور الصين هو بالفعل مغازلة أفريقيا وحضورها وانضمامها كعضو في قمة العشرين بشكل دائم الفترة القادمة؟ أنا لي تعليق على انضمام أفريقيا حالياً اللي حصل النهاردة والتوقيت أنا عندي تحفظ شخصي لأن كان هناك فرص سابقة كثيرة حتى الرئيس الروسي نفسه الذي لم يكن حضراً اليوم في فعالية قمة العشرين دعاً سابقاً لانضمام أفريقيا الغرب لم يكن لديها الرغبة في انضمام أفريقيا في السنوات الماضية لقمة العشرين برغم موجودة للتحاد الأوروبي والسؤال اللي بيطرح نفسه على السحب قوة ولماذا الآن خليني برضو نفكر الناس كان في قمة أفريقيا روسية منذ شهور وكان حضرتها معظم الزعماء الأفريقية تقريباً 54 دولة ما يقرب من 54 دولة متواجدين مع الرئيس الروسي هل ده ممكن يكون وجد التنافس الآن وبشكل قوي وواضح على أفريقيا بدليل أنه يقبل الآن انضمام أفريقيا؟ أعتقد كنا قبل الهوى أنا وحرير كنا بنتكلم وكان واضح جداً لما كنا بنقول هناك تنافس واضح من دول الغرب والدول العالم بشكل عام على هذه الكعكة الأفريقية وبرغم ما يدور في أفريقيا خاصة في منضية السحل الأفريقي حالياً وثورات المتدالية في الثلاث سنوات الماضية إلا أن أفريقيا بتمثل منطقة هامة جداً كثير من الدول وكثير من القوى العالمية بتحاول السيطرة أو التدخل أو محاولة الاستفادة من أفريقيا بشكل آخر أفريقيا على الجانب الآخر بتحاول تقول أن نحن ندري بهذه المنافسة ونحن على دراية واثيقة بأهداف هذه المنافسة بين دول العالم أرجع تاني للسؤال الحرير التي ترحته وهو لماذا الآن وأنا قلت تمام سابقاً أن أوروبا أو الغرب أو قمة العشرين كان عندها فرصة سابقاً لأنها تضم أفريقيا فلماذا الآن أعتقد أن الغرب يخسر أفريقيا الغرب يخسر هذه المنطقة الهامة تدريجياً يعني مثلاً لو افتراضنا أو مثال مش افتراض مثال فرنسا على سبيل المثال في المنطقة الساحة الأفريقي هذه كانت قاعدة واضحة جداً مش قاعدة من ناحية العسكرية قاعدة من ناحية التغلغل الفرنسي في أفريقيا لسنوات طويلة من 1850 من الأول الاستعمار تقريباً حرب على فرنسا الآن في أفريقيا بالتأكيد فإحنا بنتكلم على الاستعمار القديم كانت موجودة في المنطقة الاستعمار الحديث بأشكال مختلفة إذا كان من ناحية الإقصادية إذا كان من ناحية تمام الثقافية كل ده كان موجود فرنسا تخسر إفريقيا هذا الإرث الاستعماري القديم الطويل تخسره فرنسا في الوقت الحالي فالغرب بدأ يشعر أن البساط بالتدريج بينسحب من تحت رجليه في مقابل قوة أخرى بتدخل مكان أو بتحتل مكان القوة الغربية في أفريقيا الغرب فترة طويلة جداً كان عنده فرصة أن يدرك ما يحدث في قرية أفريقيا وأنه هو المنطقة نفسها وكثير من الدول اللي موجودة في أفريقيا أصبحت غير راغبة في وجود هذه القوة الاستعمارية القديمة لو تكلمنا عن أفريقيا فأنا أكيد هتكلم عن مصر إن مصر واضح جداً من سواء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر أفريقيا وأفريقيا لمصر لأنه كنا في تباعد لسنوات ما بين مصر وأفريقيا خلينا أسعى لحضرتك على الاستفادة المصرية من هذه القمة ومشاركة مصر بهذه القمة والعائد علينا إليه إن زي ما كنا بالقول إحنا لسه كنا في الانضمام للبريكس وقلنا ده طويل المدى المشاركة الآن في قمة العشرين والجميع بيبقى نفسه يتلامس مع نتائج سريعاً مش مجرد حضور ولقاءات خلينا أعطنا حضرتك قراءتك كمان لكلامة السيد الرئيس اللي شارت بها اليوم وفي نفس الوقت الاستفادة اللي هتعود على مصر من هذه المشاركة أنا بعتبر المشاركة المصرية في حد ذاتها ودعوة مصر لمشاركة في قمة العشرين ده شيء إجابي الغاية واعتراف بقيمة مصر على الساحة العالمية وليست فقط على الساحة الإفريقية أو الإقليمية وجود مصر في هذا المنتدى العالمي القوي والمميز ده اعتراف زي ما بقول بقيمة مصر دي النقطة الأولى النقطة الثانية ودي برضو في غاية الأهمية هو أن الرئيس لما بيروح هناك وهذا الوافد المصري الرفيع المستوى اللقاءات طول الـ 24 ساعة دي نقطة أساسية البعض لا يدرك أن الدبلوماسية اللي احنا بنسميها وجها لوجها قادرة على إحداث فارق غير عادي وكمان بيقابل المستثمرين رؤساء الشركات لكل مستوى بنفسه بالفعل وهو ده اللي نقصده الطرف الآخر في المقابل أي أن كان هذا الطرف وممكن نقول أمثلة من قادة الدول ورؤساء المنظمات الدولية التقاهم السيد الرئيس احنا بنكلم في النهاردة تمام والأمس لما التقى بهم السيد الرئيس فأنا بعتبر الدبلوماسية الوجه للوجه فيس تو فيس دي ناجحة جدا وفعالة للغاية نقطة أخرى في غاية الهمية بالنسبة لمصر ودي لمسناها قبل كده من بضعة شهور لما السيد الرئيس كان بيحدر قمة باريس برئاسة هذه القمة اللي عقدت الاقتصادية كمان اللي عقدت في باريس تحت باستضافة الرئيس الفرنسي ماكرون أنا بعتبر أن الطرح اللي طرح السيد الرئيس في قمة باريس وازداد وضوحا في قمة العشرين يعني استمع أو رأى أو قرأ خطاب السيد الرئيس في كلمات هامر الغاية خاصة في التلامس الحادث في القضية الخاصة بالنظام العالمي اللي موجود السيد الرئيس أشار في أكتر بالنقطة وأعيد مرة أخرى السيدة المشاهدين لقمة باريس للاختلالات الواضحة جدا في النظام المالي العالمي خاصة فيما يتعلق بقضية الديون وقضية المنظمات الدولية إذا كنا بنتكلم على البنك الدولي أو بنتكلم على صندوق النقد الدولي هذه المنظمات العالمية الخاصة بالتمويل ومنح القروض وما إلى ذلك هناك اختلالات واضحة جدا في التعامل مع الدول النمية وهم في احتياج شديد جدا أنهم يعيدوا النظر في التعامل مع الدول النمية خاصة في هذه النقطة يعني مثلا حريكوتي بتكلمي على مادة تأثير وإحنا كمواطن عادي إزاي أرى التأثير ده القضايا دي لا تعامل بالتأثير اللحظي لازم تاخد وقت يعني مثلا قضية الديون ودي من قضايا الثقيلة جدا علينا في مصر السيد الرئيس ترحى وحطاها على طاولة المباحثات أن هذه القضايا لازم أنها تعمل بجدية بلغة من جانب الدول الغربية والدول المتقدمة من ناحية الاقتصادية لإعادة النظر يعني مثلا إحنا بنتكلم على فوائد الديون القضايا المختلفة الخاصة بالديون زي من قول النسب الفائدة المحطوطة وما إلى ذلك من قضايا عديدة متعلقة بقضايا الديون قضايا أخرى ترحى السيد الرئيس وأعتقد أنها تبقى ليها مردود إيجابي على مصر وعلى أفريقيا بشكل عام وهو بنسميه الاقتصاد الأخضر التحول الكلمات اللي البعض بيعتقد أنها أصبحت رنانة اللي هي التنمية المستدامة بس بعد كمان كوب 27 اللي كان في مصر الفترة الأخيرة كل يعني معظم اللي اتطفق عليه معظم المساهمات الدولية اللي كانت تتم من الدول الكبرى بدجاه هذا المشروع لم يتتم بالشكل اللي اتطفق عليه بشكل حقيقي أعتقد برضي احنا قبل الهوى كنا أنا وحرق كنا من التكلف في النقطة لا نتائج فعلا آه تمام بالفعل للأسف شديد قد يرى ببعض أن الواحد ليس متفائل لكن احنا بمحقائق احنا مش طالعين بالفعل نخادع الناس بل بالعكس بالفعل تمام للأسف شديد يمكن ببعض يرى أن الواحد مش متفائل لكن أنا بحب أرى النتائج على أرض الواقع نفسها هناك وعود يعني أنا مش هايزة أقول لحضرتك وعود لمدة سنوات طويلة بالنسبة لأفريقيا ضربتها هذه الدول الكبرى في سبيل المساعدة والدعم والتنمية والتطوير وما إلى ذلك سنوات طويلة من الوعود لدرجة أنا بيتهالي لو عوزنا نحن نحسر عدد الوعود اللي وعدتها هذه الدول لأفريقيا بشكل عام ولمصر بشكل خاص عدد ضخم جدا على أرض الواقع أين هذه الوعود ترجمة نانسي قنقر